مشاهدين دلوقتي نتيب حضرتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء مع هالا تفضلي هالا شكرا فسان أثناء من أصباحهم بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن تزويد بلاده لأوكرانيا بالدخائر العنقودية بالأمر الصائب لافتا إلى أن كييف قدمت ضمانات مكتوبة تتعلق باستخدامها وقال المسؤول الأمريكي أن واشنطن تدرك خطر استخدام الضخائر العنقودية ولهذا السبب أجلت اتخاذ قرار بشأنها لأطول فترة ممكنة على حد تعبيره مؤكدا أن بلاده حصلت على ضمانات من أوكرانيا بشأن استخدامها بشكل آمن للحد من المخاطر التي قد تلحق بالمدنيين وأوضح أن هذه الضمانات تشمل تعاهد أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية خارج أراضيها وبشكل لا يضر بالمدنيين أكد النائب في مجلس الدوم الروسي عن القرم سيرجيت سيكوف أن استخدام الضخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب في موت جماعي للسكان المدنيين وعرب المسؤول الروسي عن أمله في أن تعمل القوات المسلحة الروسية على تدمير هذه الضخائر قبل المباشرة باستخدامها قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع وأوضح وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة كولين كال أنه من السابق لأوانه الحكم على سير الهجوم المضاد مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني لا يزال يختبر الخطوط والمناطق الروسية لمعرفة نقاط الضعف قال الرئيس التركي رجب طايب إردوان إنه يأمل أن يتم تمديد اتفاق نقل صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعد انقضاء مدته في السابع عشر من يوليو وعقب اجتماع مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي في اسطنبول أكد رئيس التركي أن بلاده ستواصل جهود إنهاء الحرب الأوكرانية وستدعم إعادة أعمار أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة دمرت آخر مخزوناتها من الأسلحة الكيموية لتستكمل بذلك عملية بدأت عام 1997 عندما وقعت على الاتفاقية العالمية لحظر هذه الأسلحة الفتاكة وقال بايدن في بيان إن بلاده تعمل منذ أكثر من 30 عاما بلا كلل للقضاء على مخزوناتها من الأسلحة الكيموية وعرب عن فخره بالخطوة معتبرا أنها تقود نحو عالم خال من أهوال الأسلحة الكيموية على حد تعبيره أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا عزمه تقديم استقالة حكومته جراء خلافات بين أركان الائتلاف الحاكم على الإجراءات اللازمة للحد من الهجرة وقال رئيس الوزراء الهولندي نوصي تقدم قريبا باستقالة مكتوبة إلى الملك باسم الحكومة مجتمعة بعد تعذر تجاوز هذه الخلافات مؤكدا امتلاكه ما وصفه بالطاقة اللازمة للترشح لولاية خامسة على رئيس الحكومة إلا أنه أكد ضرورة التماهل قبل الإقدام على هذه الخطوة ورياضيا اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تدريباته بملعب أكاديمية المعمورة استعدادا للقاء المرتقب مع المغرب اليوم في نهايه كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 جاء التدريب مراجعة للخطة المقرر أن يخوض بها الفراعنة المباراة مع تصحيح بعض الأخطاء البسيطة التي يقع فيها بعض اللاعبين هذا وتحددت المنتخبات المتأهلة للأولمبيات وهي مصر والمغرب طرفاء النهائي ثم مالي في الترتيب الثالث بعد فوزها على غينيا انتهى مجزو الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج سباح الخير يا مصر بعد الفاصل